موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامج موضوع مهم النهاردة موضوعنا هو عن النانو تكنولوجي هنعرف ايه هو معنى كلمة نانو تكنولوجي و ايه هي استخداماته و ايه هو اصلا نانو تكنولوجي هنعرف كل دو اكتر خلوني الاول نرحب بزميلة اسماء اهلا بك اسماء اهلا بك يا يوسف و اهلا بكل اللي بيشوفونا النهاردة خانا الاول نقول ان النانو تكنولوجي ده علم بيهتم بدراسة معالجة المواد بالاستعمال الجزئي والزر خانا نقول الاول بدأت فكرة النانو اصلا سنة 1959 قبل ما يطلع اصلا مصطلح النانو خانا نقول ان العالم الفيزيائي الامريكي ريتشارد فايمين هو الحاصل على جهزة نوبل في الفيزياء كان هو اول من نتكلم عن التحكم في الزرات والجزئيات لكن في الوقت ده ما كانش فيه جهاز بنقدر ان احنا نشوف فيه الجسيمات الدقيقة عشان نقدر ان احنا نتوصل لفكرة النانو في سنة 1981 قام العالمين الالماني جيرد بينين والسويسري هينريك روهرة قاموا باختراع جهاز المسح النفقي الجهاز ده بيقبر الصورة 100 مليون مرة ده من هنا بدأت ان احنا فكرة النانو تنتشر وكانت اول ظهور لها بس خلانا نقول برضو ان فكرة النانو كانت موجودة وبنستخدمها في حياتنا من غير ما نكون عارفين زي مثلا في العصور الوسطى في اوروبا النوافذ هناك كانت مليئة بالذهب وبيستخدموا فيها الدهب والفضة في الصنوعة الوقت ده كانوا بيستخدمها من يكون هم عارفين اصلا ان ده اسمه نانو كانت بتدي الوان مختلفة جدا ومبهجة وكمان خلونا نعرف معنى كلمة النانو كلمة نانو هي كلمة من اصول اغراقية من كلمة نانوس وهي معناها كل شيء حجمه صغير وكمان النانو بيتقاس بالمتر هو واحد من بليون من المتر خلينا بقى نخش في استخدامات النانو التكنولوجي خلينا مثلا نشوف اسهمات النانو التكنولوجي في التب في مجال البصريات بيستخدم في تصحيح نظر العين في العمليات اللي هي زكاة طبعا وكمان بيستخدم في النظرات بيبقى فيه طبقة على النظرات بتحميها من الجروح ومن الخطوش خلينا برضو نقول ان في مجموعة من العلماء توصلوا لحل المرض السرطان عن طريق جزيئات الدهب اللي بتدخل في جسم الانسان الجزيئات دي بتدخل وبتتكون حول الورم وبعد كده بيسلطوا عليها اشعة تحت حمراء الاشعة تحت الحمراء دي بتحرق الدهب وفي نفس الوقت بتقضي على الورم من غير ما تكون فيه اي دارة للانسجة السليمة الموجودة في الجسم وكمان بيستخدم النانو التكنولوجي فيه الاغذية يعني هو بيساهم في النقطة بيصنع اغذية امنة وسحية ومش كده بس كمان بيساهم في انه بيكتشف البكتيريا باستخدام المستشعرات الحيوية وده بيساعد ان نانو التكنولوجي بيساعد ان بيخلي الغذاء امن وسحي خلينا برضو ناخد نقطة مهمة جدا وهي صنعت الاقمشة بدون تجعيد محدش سأل فينا ليه القماش ده ما بيتجعتش ببساطة جديدة جدا ان هما بيشيلوا المادة الاساسية الموجودة في الملابس وبيحط مادة تانية المواد دي بتختلف فيها من خصائصها والزرات بتاعتها ده بتديني ان هي ما بتتجعتش وفي نفس الوقت ما بتتشرفش سوائل يعني انت لو رميت عليها اي مادة تانية ما عمرها ما تشرف السوائل بتاعتك وكمان النانو التكنولوجي بيساعد في الفضاء بشكل كبير يعني في بعض العلماء بيقولوا ان النانو التكنولوجي هيمثل المواد الاخف والاقوى بصنع التائرات الفضائية يعني كمان هيكفيد كوه هائلة جدا منها وهيخلي الوزن الطيارة يقل للنص بدون محرك خلينا برضو نحط نقطة معينة ان احنا دلوقتي شايفين فيه سوائل بتعمل طبقة عزلة اللي مثلا لو انت عندك كوتشي او عندك ملابس عاوز تحافظ عليها من الاطريبة والاوساخ في بيت جانر لسه شايفيها من فترة قريبة كانت منزلة منتج اسمه توتيلة المنتج ده بقى فيه مكونات والنانو المنتج ده بيعمل طبقة عزلة للحماية في اي كوتشي او اي اسطح او اي سجات ده بيحمي جدا وده برضو خلينا نقول ان هو دلوقتي امن جدا جدا ان احنا نستخدمه بالضبط وكمان بيساهم بقى في حاجة يعتبر من اهم الحاجات اللي بيساهم فيها النانو تكنولوجي وهي اعادة تدوري المياه الملوسة من الصرف السحي او من الانهار او من المهي الجوفية ده طبعا بيوفر مياه كتير جدا وكمان بيستخدم في الزراعة يعني بعد تعمل اعادة تدوير للمياه من طبعا الصرف السحي وكده هو بيساهم في الحاجات دي بشكل كبير جدا واعتبر دي من اهم الحاجة عشان بيوفر ما كتير برضو شركة سامسونج دلوقتي بتصنع غسلات بجزيمات الفضة النووية دي ما بتحتاجش مياه سخنة ولا حتى بتحتاج ان انت تحط مبيض عشان اللبس يطلع حلو جدا لا هم عملوا الجزيمات بتاعت الفضة دي بتخلي الموضوع بيوفر في الطاقة شوية ويوفر برضو في المياه برضو دلوقتي بتصنع تلاجات وتكيفات بفلاتة بتعتمد على الفضة النووية خلنا نقول برضو ان في شركات تانية بتعمل علب لتغزين الأغذية من النانو العلب دي أثبتت ان هي بتحتفظ بالغذاء لفترة كبيرة جدا من غير ما يكون فيها عفن بخلاف طبعا العلب التاني خلينا بقى بعدا معرفنا ايه هي استخداماته في الحياة اليومية خلينا بقى ناخد من وجهة نظر تانية وهو النانو بس في الحرب طبعا احنا عرفين ان النانو تكنولوجي بيستخدم في انه بتصنع بيه أسلحة نموية وانه في دول بتستخدمه في وقت الحرب زي مثلا القنابل النووية طبعا دي ممكن تؤدي لدمار شامل القنابل النووية دي في دول طبعا كتير جدا بتستخدم يعني الطاقة النووية في سطوعة القنابل النووية برضو خلينا نقول ان الطاقة النووية دلوقتي بتستخدم في مساهمة في تحويل الدوق الحراري عن طريق ان احنا بنستغل الهاكل النووية دي في حزم الطاقة ذات السكوب وخلينا نقول برضو ان الطاقة النووية دلوقتي تعتبر طاقة صديقة للبيئة بخلاب بقى انواع الطاقات التانية فيه طاقات تانية بتودي مشاكل كارسية للبيئة وده اللي بيخلينا ان احنا نستخدم ونصلط الضوء على الطاقة النووية بحيث انها مشتضر قوي لكوكب بتاعنا بالضبط كمان خلينا نتكلم بقى شوية عن استخداماته اليومية انت دلست دلوقتي بتقولي ان في اسبري صح بنزل السوق وكده طبعا هو بيستخدم للملابس صح ولكوتشات صح يعني مثلا الممكن اسبري ده يتراش طبعا بكمة معينة اكيد طبعا ما يتوسخش بالأطريبة وما يتوسرش بالعمل الخارجان هائي فيعني ده هو الدول يعني مفروض في دول هو دلوقتي التصنيع دلوقتي اللي انا عرفه ان التصنيع موجود في مصر ويقدر ان اي حد يتدوله عادي جدا وكمان السعر بتاعه مش غالي يعني هو تقريبا حوالي 300 جنيه 300 ملي فده لو اي حد عاوز ان هو قصا يجرب الموضوع او يشوف هل التقنية دي فعلا بتعمل كده ولا لا انت ممكن تروح تجربه بسهولة جدا عشان حتى تقتنع بفكرة ان النانو دلوقتي بقى انت عادي بتسمع كلمة نانو ما بتتخضش على عكس زمان الاول كنا بنسمع كلمة نانو دي لا ده فيه دمار فيه حروب فلا احنا دلوقتي بنتدوله عادي جدا وببساطة جديدة جدا فانتو تقدروا برضو لو انتو حابين ان انتو تجربوا تقدروا تشوفوا حاجة زي كده خلينا برضو ان نوجه الدق شوية على تصنيع النانو في السرطان فيه بيبقى جلطات دموية بيستخدم على فكرة في جلطات الدموية في التب في الاول خالص تكلمنا عنه بيستخدم في جلطات الدموية يعني بيستخدم برضك في التب بشكل كبير جدا واعتبر برضك زي يعني مهم جدا برضو ان احنا استخدمه في التب بيبقى في برض بعض الدول بتستخدمه في جلطات الدموية زي ما بقولك كده في جلطات الدموية بجهاز معين يعني برضو خلينا نوضح أن الطاقة النواية دلوقتي بتستخدم في المية وزيد مية مثلا مية الصرف الصحي والأمهار الجوفية دلوقتي فيه تقنية معينة بيعملوها بحيث أن احنا نقلل الفاقد من المية ده ونستخدمه في الزراعة نانو تكنولوجيا ليه يد كبيرة جدا في الموضوع ده خلينا برضو نصلط الضوء أن المية مصدر حياتنا كلنا فاحنا لو ما توصلناش أن احنا كل المية المهدورة دي نحنا نقررها تاني ونعيد استخدمها بطريقة كويسة وتصلح أننا مثلا أستخدمها للزراعة أو كده ده شيء كويس جدا للطاقة النواية لحد الآن طيب خلينا برضو نشوف البكتيريا اللي في الطعام طبعا فيه جهاز بالاستشعارات الحيوية إن ده بيبقى بالنانو بيكتشف البكتيريا اللي في الطعام وفي المية وفي كل حاجة وطبعا بيساعد بشكل كبير جدا إن احنا نسنع كل حاجة صحية وأمانة وتبقى متوفر لنا في أي وقت أنا عايز أقولك إن النانو فعلا في إسهاماته كبيرة جدا والطب بالذات إسهاماته بطريقة محدش فعلا لا يقدر يتخيلها لأنه حتى دلوقتي بقى دخل في العظام تكسير العظام والكلام ده بقى فيه زي إذا الرب تدخل جوه جسم الإنسان بتعيد هيكل العظام الموجودة عندك مثلا العمليات بتاعت العمود الفقري والكلام ده كله الحاجات دي بقى بيدخل في تصنيعها فيه مواد مندخلها جوه الجسم بتعمل على هيكلة العظام دي كلها دلوقتي الدكاترة بيستخدموه بصورة آمنة جدا أنا مش متأكدة أوي إذا كنا فعلا حاليا فيه عمليات في مصر بتتعامل بالطريقة دي ولا لا بس هي فعلا موجودة ودراستها موجودة جدا وكل الناس دلوقتي بقى إن هي عايزة تجرب الموضوع ده عشان طبعا مشاكل العظام مشاكل كبيرة جدا ده طبعا يبقى شيء مفيد جدا لو حصلت يعني هنا في مصر مثلا إحنا ونعرفش طبعا بس لو دي تبقى نقلة كبيرة جدا للبشرية بس هي فيت رصات مؤكدة بتقول إن أصلا الطاقة النواية دلوقتي هتبقى في كل حاجة في حياتنا نحن دلوقتي يعني فيه من فترة قريبة جدا عرفت إن الطاقة الشمسية هتبقى خلاص هتبقى هي المصدر لنا فيه أصلا بلاد تانية ما بيدخل لها الشمس كتيرة هم بيتستخدموا الطاقة الشمسية بس ده برضو بيدخل في اللوحات بتاعت الطاقة الشمسية نفسها بتدخل فيها طب يا جماعة خلصت النهاردة فقرتنا استنوا لفقرة جديدة مع زمالنا ابتسام وران ترجمة نانسي قنقر